الحمد لله والذي حملوا رعاية الإسلام متشرف في قائل الأرض صح تخيل من شمال من جنوب فرنسا لأن هنا يعني في ناس عرب هناك يعني من تعدد الأجيال والسنوات في كل مكان طبيع جدا أنك تلقى بس الغريب الرابع بالسودان في قضايا العربية من عندنا راحة السودان بس نفس طبايعهم عندنا قريب هنا في مقريب أيا من القنص والصيد لا 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 قبائل مستوطنة ويش قنص ومين لا لا قريب يعني قبائل قبائل مستوطنة رشايدة رشايدة عرب من الجزيرة العربية من الجزيرة العربية وغيرهم حتى لهجتهم وغيرهم وغيرهم تقول أنهم يا رجل من البطنة أيها طب لهجة سبحان الله هيا استوطنوا هناك من الزمان وحافظوا على أخرجوا شيئاني صلى الله عليه وسلم تدري في قبائل في السودان أنهم لا تتده شعل لغة العربية يقول لهم كثيرين يا رجل سوداني ولكنهم لا تتدهى لغة العربية بحث أفارق هناك أكثر من اللغة لو أردك ثا États هناك أكثر من اللغة في السودان أو لهجات، لا أدري لغة أو لهجة من الزبدة السودانيين نفسهم لا يفهمون لا يفهمونها نعم، هم لا يفهمون، صح صحيح الله أنا غير بقبل فترة قريبة جلسة أعمق في موريتانيا موريتانيا يا الرابع دولة شعراء وحفاظ منهم؟ موريتانيا وهالفصاحة أنا جاءت لأحد تابعتني علقتيني بالسناب قبل فترة كانت اسم دولة، ما هي بـ من الشمال الأفريقية، اسم أدري لش كانت ضياء، أنا اللي نسيت ما أدري لش، والله ضيعت وتكتب فصحة طررها مشكلة فصحة موريتانيا ما أدري لش كان الدولة لكن ما أكسدتك حتى السناب عنده تقول أنا كنت كبتش وأنا نزل تعليقات نحن هذا السياد، طبيعتي في السنابات ذكرتني قلت عربية فصحة، فكانت تقول برنامج هذا ليس قوية عندنا عنده السناب نعم فكانت تسألني ليش تسوي أنت فكانت ترد على كل السناب الحال يعني بغري برنامج عليها فعلمتني قلت أنا متابعتك من المكان فلاني عند شمال فريقيا ما عاصمتها؟ والله أنا ضيعت موريتانيا؟ ما أدري والله موريتانيا؟ لا حطنا موريتانيا في حرف الشين وحرف الطاب شط شوية لا شنقيطي 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 خميسم شيطي لا لا لأ لأني أعرف قبائل من هناك إذا جيك فلان الشنقيطي الشنقيطي، الشيخ فيه منهم الشيخ ano بس وصوله موريتانية أو له سعودي لا الشيخ شنقيطي خلاص حطوه الشنقيط ما مح Keys مدينة ما أدري لا والله أنا مرّ علي شنقيط هذه شنقيط لا مح بcount خميلي عيليكر سداج الكامل يا الله تعالي يا أخي يا أخي، أنا أخذ مصدر من أثنين، ما غيرك صور في باقيين أثنين، موحة، روكي، أدخل سام عليكم و أبو سالم و معلومة فلان يردع لي، سأخذها مصدر، ما غيرك صور في باقيين تمام؟ في التاريخ سيد الكاملي، أنا أدخل في تهيوتيوب وأستمع مقطع له فلان عن فلان، مثلا جاء أحد يقرأ، أنا حين أنت أقرأ على الحديث هو كذا ما شاء الله عليه فلان عن فلان عن فلان، ما قال فلان، عن حديث أو رواية أو شيء، أين كان تعني؟ فيقول غلط، هذا فلان عن فلان عن فلان، فلان، هذا الثالث أو الرابع اللي يسمى فلان، ابن فلان، ابن فلان، اللي كذا، اللي صارتها كذا ولا شيء لخبط، ما شاء الله، لا أخبط، لكذا نأخذها كما أصدر أنا اسمه صارح مغامسي، أقرأ بعدها أي واحد أقرأ بعدها مثلا سمعت صالح، صالح عبد المحسن، يقول معلومة أنا أعرفها فيقول هاش بسلوبة، أنا أتطار معي في حياتي أنا كان أخوي واحد من أخواني أنا رحمة يقول السالفة وأنا أعرفها ثم بعد فاترة أنا أشد منها، أنا ما ألقوا فأنا أشهد، من ذات علوم الأولي فيعطانيها بسلوب ثاني، تغيير شيء بسيط أحيانا أعطيك تفاصيل، أحيانا أعطيك تفاصيل، فيه تفاصيل أنا أشوفها مهمة ثم السالفة يعرفها مثلا صالح، تعتنيها بطريقة ثانية صح وأحيانا سالفة أنا واقف عليها بنفسي، كلنا نرويها بطريقتها صح ونفس الشيء المعلومات لا نعرفها، كلنا نرويها بطريقة تم سعيد الكاميري، فلا سمعت منها عز الله أني ما أقرأ مفاتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت قاريها بكتابين، الرحيق المختوم، وهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب، أذكره في الابتدائي، في ثالث كذا، وأذكرت بعض تفاصيلها رحت قرأتها في الرحيق المختوم، فيه تفاصيل ما ذكرها الرحيق المختوم ما ذكرت فيه؟ ها؟ قسكة في الرحيق المختوم ما ذكرت؟ ما كانت نفس اللي قرأتها في كتابها بعد قدر أسلم؟ جاء السعيد الكامل يجاب اثنين مع بعض، جابي رواية أحمد، جابي رواية عائشة ما شاء الله، الله أكبر أو أبن المسيب، أعتقد عن عائشة، أو أحمد عن عائشة وهم منها جاب روايتين مختلفتين فكان نذكر، كان صالف لنا عن وفاك اللي بيصد، صح اللهم صلص، اللهم صلص، أخي، تحزني يا أخي الله أني يحزني مرة فتحت سبيس، كان بداية الطاقتك تحول موضوعي إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل سبيس توهقت خلص، سمات الرسول، ذبيت على واحد من خواله وقفلت سبيس النبي عليه السلام يمرجع من حاجة الوداع طبعا كان في حاجة الوداع يقول خذوا عني مناسككم، فلا ألي لا ألقاكم بعد آمي هذا بعد آمي هذا، ضيئي، نبي اسلام وكره مرتين، عند جامرات وره مدلون الثاني فيه رجع، وبعدها بأيام كان مودي جنازة يصلي على جنازة، وهو راجع جاه الصداع حتى أنهم من شدة الحرارة يحسون بها من وراء أمامته المستعم فيه طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحديث، الأنبياء يوضاعف لهم البلاء يعني الصداع اللي جاني وياكي بشوء خفيف يجيهم دبل الدبل، ليوضاعف لهم الأجر من القيامة فرجع وكانت تحبان حتى كانت تقول عائشة وارا ساه قال بل أنا وارا ساه يا عائشة أقول فيه يا عائشة تعب تعب وصل الله يمكن تقريبا ممكن تجلس، توترني يا أخي لا مداء، الشاهد يطير عمر، أنا في آخر أيامه جاءنا أمركتوين، إيو الله، إيو الله، إيو الله، إيو الله فصلى الله عليه وسلم، آخر أيامه قال أين أنا غدن؟ أين أنا غدن؟ أين أنا غدن؟ فعرفوا زوجاتها أنه يقصد يبغى يكون عندها عائشة فطلع مسند عاصب رأسه، أو شدة صدع على الفضل، أو على منطالب العباس تخاط قدمها على الأرض، هدين أدخله بيت عائشة، فقعد فيها فكان في يوم، في صراءة الظهر، قال أصلى الناس، أو العشاء، قال أصلى الناس، قالت عائشة لا ينتظرونك قال أصلى الناس، قالت لا ينتظرونك، قال صبوا عليه سبع قرب فصبوا عليه، يعني تجابوا إليه، ما تقول، طشت كبير، فجلس فيه صلوه بالسلام، صبوا عليه ثم صبوا عليه، ثم صبوا عليه سبع طلع للمسجد، صلّى بالناس، أو طلع الممبر، أو طلع الممبر، آخر خطب ولا حياةه، صلوه بالسلام خطبط بالله أنا ما أبغى لأخبط الأثنين في الخميس لا أبغى لأخبط فيها المهم أنه طلع المنبر آخر خطبة له لحياته من ضمنها كان يقول أيها الناس بلغوا عني السلام و بلغوا مني السلام لمن آمن بي و لم يراني اليوم القيامة يعني أنت صالح أمت فهو يسلم عليك فأصوصوا بالنساء خيرا و أصوكم بالنساء خيرا و أصوكم بالأنصار خطبة طويلة قال أيها الناس من أخدت له مالا فهذا مال يفر يأخذ منه معنى الحديث طبعا من أخدته أو من ضربته له يعني الذي يقتص من يقتص فقال إن عبدا خيره الله بين زهرته من الدنيا يعني يأخذ نصيب من الدنيا أن يبقى في الدنيا و أن يلحق الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى يقول إن عبد ما حد دحت فقام ببكر ضعا قال يا رسول الله فديناك بآبائنا فديناك بأبنائنا فأيديناك بأنفسنا فديناك بمالنا يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب و قام ببكر و قام ببكر ما أحد ما تعود الصحابة أن أحد يقتص خطب طفل صلى الله عليه وسلم يقول بسعيد الخضر يعتقد أحد الصحابة يقول بالله إذا لم أدرت أنك ما يوضح سيرت النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر فتكفى خليه يكمل المهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في آخر خطب الله في حياته استوثوا بالنساء خيروا استوثوا بالأنصار و وصل الناس وعظهم أخرجوا خطبة طويلة من ضمنها قال بلغوا عني السلام و بلغوا مني السلام لمن آمن بي و لم يراني يوم القيامة فقال هذا عرضي من أخدت له مال حتى صلى بالنس ثم رجع صعد المرة ثاني مرة قال هذا عرضي من ضربته يجي يقتص مني هذا مالي من أخدت له مال يعني هذا مالي فأخذ منه مال الحديث حتى قام واحد و قال يا رسول الله خطت مني ثلاث دلانير قال عطهي الفضل فضل بالعباس والدعمه فكان يخطب و قال إن عبدا يعني زي ما تقول في مال الحديث إن رجل ما حدد منه إن عبدا خيره الله بين أن يأخذ من زهرة الدنيا يعني يأخذ ليبي من الدنيا ولا أن يقبضها الله أو الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى فقاموا ببكر قال فديناك بأموالنا يا رسول الله فديناك بأبنائنا فديناك بأبائنا فديناك بأنفسنا يا رسول الله فالصحابة ما تعودوا إن أحد يقتع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رواية قديمة يقول في صرح الحديبة قبل كم سنة راح يفاوض النبي فكان يقول ما رأى أي واحد من قريش كان يفاوض النبي في صرح حديبية فكان يقول يا قوم إن شفت ناس ما يسلمون محمد لكم ما راح يسلمونكم سهولة يقول لقد جيت وكسرة جيت وكسرة في ملكه وقيسر في ملكه والنجاشي في ملكه فوالله ما رأيت أحد يحب أحد مثل ما يحب محمد أصحابه كان إذا تفل التفله تقاتلون عليها إذا تنخم صلى الله عليه وسلم يحطون يديهم تبركون إذا طاح منه شعرة تقاتلوا عليها إذا توضأت تقاتلون عليها فكانوا يحبون عليه الصلاة والسلام فما بالك بواحد يقطع خطبته فلجوا الناس قال ما باله هذا الشيخ يعني إذا قاطع الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفون بكر ما كان يعني ما كان يدرون فكان أبو سعيد الخدر يقول فكان أبو بكر يدري أن المخير هو رسول الله أنه عبدا أن المقصود به رسول الله الرسول قال أنه عبدا ثم نزل من المور وكانت آخر خطبة له في حياته دخل بيت عايشة كان رضي الله عنه يشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عايشة أني وجدت أني أجد ألم السم الذي في خيبر لا فقال اليهود سمهمه صلى الله عليه وسلم في خيبر فكان لا إله إلا الله قروه ما ضيعت فكان صلاة أعتقد الظهر أو العشاء من يوم الخميس من يوم الخميس العشاء كان ما قدر يصلي صب على نفس سماء يبيقوم ما قدر يطيح فكان صب على نفسه صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس فكان العرب حديث عهد بإسلام توهموا مسلمين فكانوا يتشاؤمون والطيرون فقالت عايشة كانت تراجعة يعني لا يصليموا ببكر عشان ما يتشاؤمون الناس يعني كلما شافوا ببكر تذكر وفاة الرسول عشان ما يتشاؤمون الناس فكرت له فقال إن كنسوا يحبات يوسف مروا ببكر فليصلي بالناس فصلى ببكر بالناس فكان في حد الصلوات طلع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء ببكر بيترجع بيرجع فقال خلوا كان يشيلونها اثنين فجلس جم ببكر فكان يصلي وببكر يرفع الصوت من شدة التعب صلى الله عليه وسلم وكان يوم الأثنين آخر يوم له في حياته طلع صلاة الفجر كان يصلي ببكر فطلع صلى الله عليه وسلم والناس صلوا الفجر كشف الستار فطلع عليهم وكان كان شراقة الشمس فطلع عليهم فشافهم يصلون فبغي ينفترون الناس بغي ينفترون في صلاتهم فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم برجع كان ببكر برجع فقال الله خلك سكر وارجع وكانت آخر مرة يطل عليهم لكن كان بيّن عليه انه متعافي بيّن عليه انه تشافه شوي طلع ببكر الناس خلاص قالوا اني تباشروا شفها رسول الله طلع ببكر الى السنح طرف المدينة عندها بيت هناك فارتفع الضحى فاشتد رجع التعب للنبي عليه الصلاة والسلام فكانت عايشة ماختة وحاطتها في حجرها وكان يقول لا إله إلا الله يعني اشكم الصداع اصداعها دخلت عليه فاطمة بنته طبعا فاطمة متعودة ان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه يقوم هو أبوها وهو اللي رغبته أمر لسائر الناس مو لها الحالة فكان يقوم كان تعود أن يقوم ويقبل جبنك وما دخلت عليه دخلتها هذه مرة ما قام فقالت و أبتا و كرب و أبتا فقال ليس ألا به كرب بعد اليوم فناداها وسارها شاورها ثبكت ثم نداها ثاني مرة وشاورها فضحكت طبعا بعد ما مات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مسألوها قالت انها شاورني قال اني بموت فبكت ثم نداها و شاورها و قال اني كنتي أول أهلي اللي حقن بي فضحكت فاشتد عليه الصلاة والسلام المرض كان يقول في حديث قديم مثل ما قلت ان الأنبياء يضاعف عليهم العذاب العفوة الصلاة والله يعني يضاعف عليهم التعب المرض يضاعف حتى لأي ان كان اللي بتناه يضاعف لهم حتى يضاعف لهم الأجر فدخل عليها دخل عبد الرحمن أخو عايشة و كان معها مسواك فقالت عايشة يا رسول الله تبغى المسواك فأشار إيه براسك فأخذ المسواك فكان يعني قاس يا مسواك ناشف فقالت فلينت مسواك وعطته استاكم كان يحب مسواك صلى الله عليه وسلم حتى كانت تقول ان جمع الله به في يومي كان من تفخر تقول ان الرسول مات في يومي وفي حجرتي وبين سحري ونحري وجمع الله له بين ريقي وريقي أو ريقة وريقي فكان عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص من المسواك يحط إيده في موية جنبه يمسح على وجه لا إله إلا الله إني للموت لا سكرات طبعا ما بقى له عائشة وهي أو هو صلى الله عليه وسلم كان من سدح في حضنها أو في حجرها وحط يده في يومسح على وجه يقول لا إله إلا الله إني للموت لا سكرات كررها لا إله إلا الله إني للموت لا سكرات ثم حجدش أو سكت شوي ثم قال لا إله إلا الله بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى مع النبيين والصدقين والشهداء مع الذين أنعمت عليهم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى تقول عائشة فعلمت أنه يخير أن الماء لا يموت لأنه يخيّر فكانت شرح كذا في الرحيق المختوم ثم سكن نفسه وارتفعت بصره إلى السماء ورفع سبابتها كان رفع سبابتها اتشاهد لا إله إلا الموت السكرات ثم سكنت سبابتها فعلمت أنه مات فهي تقول لي جهلي رضا الله عنها أني نزلتها وصاحت في الناس الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أحب لهم من أنفسهم ومع لهم وكل حاجة فصح لج المسجد كل واحد يصيح من عنده لكن تخيّر عمر بن الخطاب الفاروق أشد الناس على الحق اللي فرق الله به بين الحق والباطل اللي وافق القرآن في آيات كثيرة حتى النبي عسى صلى الله عليه وسلم قبل يموت قال يعني عاهدوا لي أكتب لكم فكلهم يقولون أعطوا رسول الله خليه يكتب قبل يموت في مرضه فقال اللي عمر عمر يقول لا قرآن سنة موجودة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني يعني وافق كلام عمر عمر في ذا الموقف وقف المسجد وقال من قال ان رسول الله قد مات والله لا أضرب عنقه ان معنين رسول ذهب إلى ربي كما ذهب موسى بن عمراء من قال ان رسول الله قد مات والله لا أضرب عنقه فدخل هو المغير ابن شعبة دخلوا عني بالسلام وكان مسجع فجاء عند رأسه قال واغش إياه واغش إياه يا رسول الله كان مو مصدق ان رسول قد مات فتنة صدمة فكان بيطلع من عمد الباب وقال البغير ابن شعبة يا عمر مات رسول الله مات رسول الله يا عمر قال عمر كذبت ما مصدق عمر يقول كذبت انك تبغى الفتنة انت فجاء عمر اببكر الصديق رسول الله عنه ودخل المسجد وما كلم أحد ودخل حجرة عائشة فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بجسده الطاهر وسجع الأرض مغطى فجاء عند رأسه وكشف الغطاء عنه ثم قبلوا معجبينه قال واغالي الله ثم قبلوا معجبينه ثاني مرة قال واغالي حبيباه ثم قبلوا ثاني مرة معجبينه قال واغالي رسوله ونبيه والله لا اجمع عليك الله مستعين في الدنيا في الآخر ثم طلع اللي عمر يحلف والله ما مات رسول الله والله ما مات رسول الله فقال يا عمر أصبر فقال لا ما رد لي عمر فطلع اببكر وحمد الله واذن عليه وقال الآية المشهورة فالناس راحوا تركوا عمر راحوا أولا ببكر قال من كان يعبد الله فإن الله حيوا وكان عبد محمد فإن محمد قدمات كان عبد الله فإن الله حيوا لا يموت يقول عمر فلما سمعت ببكر فلما سمعت ببكر فقال تل آية إنما محمد لا إله عدو الشطر رجيم إنه محمد عفاين مات أو قتل عفاين مات أو قتل انقلبتوا من العقابك مالآخر الآية واما محمد الرسول قد خالت من قبل هيروس عفاين مات من قتل انقلبتوا العقابك مالآخر الآية يقول عمر في يوم سمعت الآية هذه يقول ما أقدرت شيني رجولي يقول عبا تحرك ما أقدرت شيني رجولي فسقط فأغمع أيقنت الرسول الله قد مات فعد ما أدفن في اليوم الأول دوم بعده بكم يوم في يوم دفنك حتى كانت فاطمة تقول يوم يقول دفنه في الليل ما عليمنا الرسول الله قد دفن حتى سمينا صوت المساحي الكلف فاة تقول فاطمة يقول انس جمن بدفن جاتنا الفاطمة قلت ايا صحاب محمد يا صحاب رسول الله كيف طابت قد تفن فسكم تدفن رسول الله تحت التراب كيف طابت نفسك أن اscheف انا واحب إن اخواني بغت انجلق كيف طابت قد تفن فسكم طبت ان تدفن رسول الله negotiate يقول انس فالله انكرنا قلوبنا حتى بغجفتنا كيف يدفن الرسول الله كيف طابت نفسك تدفن الترابعة يقول لنا فأظلمت المدينة يقول يوم جاءنا رسول الله أشرقت المدينة كل شيء يقول يوم مات استوحشت حتى كانت موحشة مظلمة هذا القصص رواية فيه كثير يعني كل الله رواية ماذا تذكرت بيت ناصرق أخطاء اللي نروا عليها التراب مدورين الأجر ايه ثمه ثمه صح الله صلى الله عليه وسلم يا سيد محمد اقسم بالله قصة قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بها دروس عبر كثيرة وكل واحد لها رواية اعتدري ما جاءت لبنيها منذ ذلك ما قلتها ما قدر رفيد حسنا ما قلتها اشتركوا في القناة